أعزائي مشاهدي الأموال أهلا بيكم في لايف جديد معاكم مريمه جديد وفي لايف ده هنقول لكم على المفاجآت اللي كشفتها ليلة عبداللطيف وللي ما يعرفهاش فليلة عبداللطيف هي أشهر عرافة في الوطن العربي والمعروف عنها وبيتقال يعني أن توقعاتها ما بتطلعش غلط وأن اللي بيتقوله بيحصل بالنص يعني توقعت زلزال المغرب وسوريا وتركيا وحصل فعلا وده اللي خلى اني استخاف منها وتاخد كلامها على محمل الجد لكن اللي قالته بقى عن الجنيه والاقتصاد المصري ما يعديش كده فخليك معنا في لايف ده علشان تعرف إيه اللي توقعت أنه يحصل الجنيه الفترة اللي جاية ليلة عبداللطيف من أشهر العلماء المتخصصين في الفلك في الوطن العربي وشهرتها دي كانت ناتجة من أن توقعاتها دي بتحصل فعلا زي ما بيقول الكتاب وعشان كده ليلة بتتصدر التريند طول الوقت وهي رقم واحد في مؤشرات بحث مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي وده لأن كل الناس بتكون حبة تعرف إيه اللي هيحصل لفترة الجاية وآخر مرة ليلة توقعت قالت أنه هيحصل زلزال في العاصمة المغربية الرباط وقبلها تركيا وسوريا وحصل فعلا وطبعا ده ساعد أن ليلة تتشهر في كل الوطن العربي لكن تعالوا أقول لكم إزاي ليلة توقعت مستقبل الاقتصاد المصري وتكلمت عن الجني بشكل مباشر خلال عشرين تلاتة وعشرين قالت في فيديو ليها أن مصر هتتحول لمركز إقليمي للطاقة وهتدخل بقوة لعام إنتاج السيارات صديقة البيئة مش بس كده قالت كمان أن الجنين مصري هتتغير ملامحه الأديمة خالص وهيظهر في الأسواق بشكل جديد وتصميم جديد والتغير ده هيأثر على الاقتصاد بشكل إيجابي ولو بتسأل عن توقعات الخبراء فعنده كمان الخبير الاقتصادي هاني جنينة اللي شايف أنه هيحصل خفض جديد في قيمة الجنيه أمام الدولار وده بعد الانتخابات الرئاسية اللي هتحصل تحديداً في أول ثلاث شهور من سنة 2024 وكل اللي قلنا ده ما يمنعش أن علمة الفلك توقعت شوية مفاجآت تانية حلوة زي أنه هيتم الكشف عن مياه تحت واحد من الأهرامات الثلاثة والاكتشاف ده هيجمع مجموعة من العلماء الأجانب والعرب من كل أنحاء العالم علشان يسجلوا الحدث ليلة قالت كمان أنها بتتوقع أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هيقوم بدعوة المقتربين المصريين بالخارج للاستثمار في مصر ودعم القيادة السياسية والدخول في المشاريع القادمة لرفع معدلات الاستثمار والسياحة والتشغيل مش بس كده أكدت أن مصر على موعد مع حدث مهم جدا وفيه قرار كبير هياخده رئيس عبدالفتاح السيسي الفترة اللي جاية هيخلي الشعب كله والجيش وراه زي ما بيقولوا إيد واحدة مش بس كده المفاجأة بقى أن علمة الفلك ليلة عبداللطيف توقعت أنه يحصل اكتشاف أبار جديدة للنفط في الصحراء المصرية والجميل أنها قالت أن مصر هتكون قوية اقتصاديا وهتصدر دول العالم الفترة اللي جاية وما تنساش أن مصر في بداية 2024 هتنضم رسمي لمجموعة البريكس اللي بتسيطر على جزء مهم من الانتاج العالمي ولو اتفقنا مع دول البريكس على الاستيراد والتصدير بالعملات المحلية ده هيساعدنا كتير علشان نخفف الطلب على الدولار كمان قالت أن العلاقات المصرية السعودية هتكون متطورة أكتر وهيحصل تعاون كبير بين البلدين وده هيدعم الاقتصاد المصري وأن مصر هتستعد بعقد لقاءات دبلوماسية والسياسية بعض الأموال المحجوزة في خارج وهتستعدها من برا واللي هترجع لخزينة الدولة المصرية والشعب المصري تفتكروا بقى هل توقعات ليلة هتصيب السنة دي وهنشوف تغيرات كبيرة نختم بها 20-23 وهل بتصدقوا موضوع التوقعات ده أصلا؟ اكتبونا رأيكم في الكومنتات وبكده نكون وصلنا لنهاية اللايف ده أعز دقي مشاهدي الأموال كنت معاكم ماريا مجدي وصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر